ازايكم عاملين ايه انا فاطمة الزهراء لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير الفيديو لو عجبكو النهاردة هنعمل بقى حاجة مختلفة تماما هنعمل الايس كريم ساندويتش حاجة كده كنا بنكلها زمان واحنا صغيرين انا تقريبا كنت كل يوم بجيبه وانا في المدرسة يلا بينا نبتدي هنحتاج اول حاجة ان احنا نحضر الايس كريم هنحتاج كوباية لمن ساقعة انا كنت اضربها في الفريزر شوية فعشان كده هي بانت ان هي متجمدة بس مش لازم تضربها في الفريزر اهم حاجة تكون ساعة وهنحتاج كيس كريم شونتي وبعد كده هنضربهم بالكيتشن ماشين او بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهرباء على حسب زي ما انتم عايزين هنضربوا المد الدقيقة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان خطر يوصل لكم كل جديد بصوا فضلنا نضربه لحد ما هيوصل للكوام ده بصوا القوام بتاعه بصوا القوام بتاعه عمل ازاي؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه بتاع الكريم شونتيه وبعدين هجيب المكون التاني اللي هو اللبن المكسف انا عامله في البيت طعمه احلب كتير من الجاهز هسيبلكو اللينك بتاعه في صندوق الوصف اللبن المكسف بقى هو مكون اساسي في الايس كريم ما نقدرش ان احنا استغنى عنه بيزبط القوام بتاعه جدا ويبقى ناعم ده غير طبعا ان طعمه بيبقى فضيع هحط منه 8 معلق المعلقة اللي في ايدي دي معايار معلقتين انا هسيبلكو المقاذير كلها في صندوق الوصف لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان خطر يوصلكو كل جديد نستنيها التعليقات بتاعتكو وبعد كده هنضربهم مع بعض لمدة 30 ثانية هما سهل جدا نحن نخلطهم مع بعض وما بياخدوش وقت وبعدين هنجيب الفانيليا سيروم واحط منه معلقتين بس كده الايس كريم فانيليا خلاص عشان خاطر ناس كتيرة سألتني على الطريقة بتاعته نقدر ان احنا نحطه في علبة في الفريزر وكده خلاص يلا بينا بقى نحضر الايس كريم ساندويتش بجد طلع طعمه تحفى طلع طعمه شبه الايس كريم اللي كنت باكله زمان بالزبط هجيب صانية وحط فيها ورقة زفدة وبعدين هجيب بسكوت شاي اللي هو الشكل المربع ده وهبتدي ارسه في الصانية بتاعتي هرسه كده جنب بعضه اهم حاجة ان انا ارسه يكون شكله منظمه هحاول انا ما سيبش فراغات خالص على قد مقدر وبعدين هجيب الايس كريم هحط نص الكمية عشان خاطر اقدر افرده بسهولة هبتدي افرده بالسباسيولة واحدة واحدة كده افرده بالراحة جدا عشان خاطر البسكوت ما يتحركش من مكانه وشكله يتلغبط هفرده بانتظام واخليه على قد مقدر انه هو كله يكون طبقة واحدة عشان خاطر ما تبقاش فيه حتة واطية وحتة عالية كله نفس السوا وبعدين هحط الكمية التانية من الايس كريم وبرده هفرده بالراحة جدا وحساويه عشان خاطر اما يطلع يبقى شكله ايس كريم ساندويتش بجد وبعدين هقوم حطى الطبقة التانية من البسكوت وبرده هحطها بنظام وهحاول على قد مقدر ان انا هحطها تكون شكلها شبه اللي تحت بالزبط عشان خاطر اما يجي اقطعه اقطعه بسهولة والبسكوت ما يتكسرش عايز اقول لكم طعمه في الاخر طلع طحفة بجد فكرني بايام زمان ورجعني الذكريات كلها عايزاكو بجد تعملوه وتجربوه اللي يعملو يصورو يبعطولي في التعليقات وسايبالكو اللينك بتاع الاكاونت على الانستجرام والتيك توك تحت في صندوق الوصف عايزاكو تعملو فولو الاكاونت بصوا الصانية بقى شكلها جميلة ازاي وبعدين هنحطها في الفريزر لمدة 6 ساعت او طول الليل زي ما انتو عايزين وبعدين هتلاعها من الفريزر وحجيب صانية هاشيل ورقة الزبدة هلاقيها بتطلع معايا بكل سهولة وعبتدي ان انا قطعها بشكل منظم كده هلاقي البسكوتية طلعت معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده بصوا شكلها بقى طحفة ازاي وبجد تعمها فضيع لازم تجربوها وبالهنة والشفا باي باي اشتركوا في القناة